بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم حبيبة قلبي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديدة نتمنى أراكم كامل بخير وعلى خير وقبل ما نبدأ الفيديو تعنات عنها اليوم نحبك نشكر كامل حبيبة قلبي اللي راهم يخلوا لي تعليقات ربي يعطيكم وش راهم نتمنى قلبكم يا رب العالمين ما نطول شعليكم لدوبر على بركة الله في وصفة اليوم اللي هي پان سويس ولا پان وغيزان عندي عندي 1 كيلو دفارين 150 g تا سكر عادي 100 g margarine طريا زوج حيبا تا البيض ملح نسبة غير فاقهوا تعلا مليوران مي انا يا ماندلش فا مليوران عوطها بلا ليفر شيميك ودو كنكملو المقادير اما امامتون هاكده بش متتلف الكمش هنا عندي انا 1 كيلو دفارين كيلو تا فارينة ملاطحين ابيض السكر انا كيلتولكم بالكاس هديك قريصة على الملح وخميرة الخبز اللي هي زوج مغارف كبار هاي لك هنا لا ليفر شيميك لبيكين باودر انا محبيش نديلا مليوران سافيك عوطها بلا ليفر شيميك يعني خميرة حلويات وهاديك 100 غرام تعزبتها اولي ما عنداش الميزان واحد التمغارف مالغارين تكون طارية التمغارف يكون مع مرين مليح هذه هي 100 غرام انا درت كمية كبيرة انتماء يعني حليت جهة المقادير بساف تقسم المقادير على تنين هادي حبال بيت الاولى التانية وانا عجنها بالحليب اللي عندها الحليب غبرة بدير زوج ملاعق حليب غبرة وتعجنها بالنص ريتل تع الماء دافي انا كون ما عنديش اللحظة وللحليب الغبرة درت نص ريتل تع حليب دافي اللي يتقسم المقادير على تنين الدير 500 غرام فارينة 50 غرام زبدة المهم قال المقادير تقسموهم والسكر انا كليلتوكم مشتوه بالكاس شهل يعني كاس غربع وهي 150 غرام عادي سكر عادي هاي هاي اللي كدو نغطي عليها واحد لعشان دقائق نخليها ترتاح ونعود نولي لها نعجنها شوية انا مدر تشلا مليون هكذا كو جلبس عليه يعني اللي بدينا المليون حيت فخ فخ ويجي خير يجي خير مديالي ما انا ما نحبش نخدم بها بزاف بسكو سي دي كونسيي يعني هي اللي راه يدينا ذاك المرض عافينا الله هو اياكم وانا كومي عندي شلال لفاني درت شتوني درت زاز دورانج هاي اللي كهنا يا عندي ارطل تاع مارغارين تاع الفيتاج يعني زبدة توريق هاكا خبطتها شوية بالحليول وحطيتها هكذا ونغلق عليها بياه ودوك نبدأ نديرو اه دو تور دوبلي دو كتوفوش عندها تور دوبلي يعني مش ما بقوش نديروها اه كاتفوة نديرو دو تور دوبلي سافيك نختصروا الوقت والجهد نبدأ نحلو العجينة دينا فعلا نرح عليها هكذا بالطول ونبدأ نحل للعرض وكل مرة يعني نرشو شوية الفارين هكذا بش نتلسقناش في اللي بلان دو تخافي دينا يعني مم برينسب كما لابات فيتي ووالا دوك هاي الليك شوفو نديرها هكذا بش ندير العلامة هذي كبرك بش نعرف كيف نديرها في الوسط هاي الليك هادا هوا تور دوبلي دوك نزيد نحلها ثم دوك هنايا لح ندير اللي تور الليولاني ما نحسبوش ان تور هادا لكم نحسبوه كي نحله ونعاود نطويه سافيك نديرنا ان تور نتمنى لاني نفهم لح سما الليولاني اللي ندخلوا له هادا مشي تور حتى كي نطويه نعاود نحلها بش نقول ان تور وحنا دلنا ان تور دوبلي مشي سامبل وش ما عندها لما نطويوها على ثلاثة هادا نقول له ان تور سامبل وحنا كي نطويه وحنا كي نطويه وحنا كي نطويه وضع نطويه ومسعوا ونطويه 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 كمية صغيرة كمية صغيرة كمية صغيرة كمية صغيرة كمية صغيرة كمية صغيرة كما تبعد أجل تقرير ملحاء صغيرة كما تبعد كما تبعد كبيرة لقوت لكم انتوما في هذا الاثناء تكونوا الى الكرام باتيسياخ انا حتى بديت نحل باش فقط قوتية حيالية موجيتش الكرام باتيسياخ وبعد حبستو عاوت رحتمتم درتها لكم اليوم إكس بخيس يعني هي الحقيقية ماشي ها بدك كما قال نيدك نيجيبك شوفوا احد موسى موسى الحاج هي في الحقيقة ماشي هاكا هي الحقيقة تسخنوا الحليب ليزو تعكم تضربوهم مع السكر ولميزينا ومبعدا تديرو لها الاسمو الحليب يكون زعمد فار انا درت كل الش بارد في بارد هايليك شوفو ايش درت نصري ثلاثة الحليب درت جوج مغارف كبار تعم فارينا ولا ميزينا تقدروا تديرو فارينا تقدروا تديرو ميزينا لما عنداش الميزينا يعني نعطيكم افكار تقدروا تعودوها بالفارينا عادي ودرت حبيبتي على البيت كوم حبيبتي عاي كبيرة تتحبا جت يعني اللبس عليها وهايليك احنا بعد ما ضيبتها فرقتها في تبيسي هكذا وانديولها بابي فيلم او كونتاكت مع الكخام دينا باش مديننش هديك الكخوت والا يعني ملاحظات نمدوهم للبنوتات المبتدئات لي ما زال ما يعرفوش والا انا قدرت هكذا بعد قسمتها اون دو باش بارتتلي تمتم خلتكم باسكو نوما المون وجدها هي اللولا نحيها مدريق باش ننوح اللاباتي تيالي هايليك احنا حليت مستطيل نضيح الكوش الاخ و الكوش انتم مش تحبوا تحبو شوية برق تحبو بزاف انا ولدي حبو يعني كاين وكاين يجب أن يحبون قليلة أو غير قعب المهم هذا لن نرده كامل لا يكتر لكرة كمهنة باتيسيا نأخذ بيضاء بيضاء يجب أن نسحقها من الأضرور ننواسي الأطراف نحتاجه في هذه الكمية كاملة 1 كيلو دو فارين 1 200 جرام تاع الزبيب شمقت الزبيب في المظهر ثم قطرت ثم قطرت كمية الزبيب كمية الثانية نبدأ نلوي نحن نضع أن تلوي ثم نضع المزهر نضع الشكل حيث يمكن أن نضع المزهر كمية الزباب كما قلت لكم كان يجب أن يتم فخفخ كثيرا وكثيرا من حفاظا على الصحة لذلك هو أن تتحرك المزهر محسن الخبز نضغط ونضغط ونضغط على الفق نضغط ونضغط على الفق صفار حبة على البيض اضفت لها قليلا القهوة قمت بقليل قليلا القهوة وضعتها كامل على الوجه وضعت لكم خلوها تخمر ودخلتها الطيب وشوفوا خفيف جهائل صن اميليوران شوفوا شاهدكم ان شاء الله في الجنة يا رب العالمين نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفاء وتبعتوا لي تطبيقاتكم كما العادة والعوايد وتفرحوني بتعليقاتكم الحلوين ربي يحلي ايامكم ونقلكم حرية تحبكم وتموت عليكم ان شاء الله كنت خفيفة ضريفة على قلوبكم الى فيديو اخر نقلكم سلام وفي امان الله وحفظه